وعندما أزور المسجد أحس بالأطمئنان كنت ما كنت أريده هو أن أزور هذا البلد كسائحة أمريكية وعندما أزور المسجد أحس بالأطمئنان وبالسلام وأحببت الإسلام لكن كيف كانت التجربة بالنسبة لك بعد وأنت فقدت ثمانية من أهلك في 11 سبتمبر ألم تشعر بأن هؤلاء هم الذين تسببوا في ذلك البعض من الأمريكيين اعتبروا الإسلام والمسلمين تسببوا في ضحاياهم وكيف كان رد عائلتك أعتقد أن واحدة بناتك حتى قطعتك بعد تحولك للإسلام صحيح لا قد فعلوا ذلك وعندما هاجموا المركز التجارة العالمي كنت في العمل وكانت هناك صدمة كبيرة دائية ولكن لم أشير إلى ثقافة وقد يكون أحد استخدم الإسلام كسبب لفعل ذلك ولكن ليس لدي أي سبب لذلك لو تحولت إلى ضيفتنا في كاليفورنيا أنجيلا كولينز لأتعرف منها أولا أيضا عن تجربتها أنت استمعت إلى الأدان في تركيا أعتقد ثم تحولت إلى الإسلام بعد 11 سبتمبر في فترة لماذا؟ ما الذي حدث؟ هل 11 سبتمبر سبب لك مسألة تحدي أو مسألة فضول أن تعرف هذا الدين؟ 11 سبتمبر كان أمرا محفزا وكانت فترة من 97 إلى 2001 وفي تلك الفترة سمعت الأدان كمثل الضيفة الأخرى وفتحت قلبي ولقد قمت بالبحث وطرحت الكثير من الأسل إلى والتقيت بكثير من المسلمين وبعد ذلك كنت مقتنعة بهذا الدين ولم أصل إلى فترة أشهر فيها شهادة وحدث 11 سبتمبر وكان سهلا علي أن أتفاهم تعليم الإسلام والفرق بين نظرية المتطرفين وكان من الواضح ما جرى ولم يكن وما جرى ليس بالأصال على الإسلام وكان ذلك معادة مخالفة لتحاليم الإسلام وبعد قراءة القرآن وصورة الرحمن في ذلك الوقت كان من الجليا لأنها كلمات الرحمن أنجيلا بالنسبة لإسمك أنت اخترت أن تتمسك بأنجيلا كولينز ولم تغيريه لإسم عربي ولا أقول إسم إسلامي لماذا؟ لأن الإسلام دين عالمي وإسم عالمي الإسم الذي أعطته لأمي وأنا فخورة به ويريد من الناس أن يعرفوا أن الإسلام يصل إلى الغرب ولديه أسماء غربية وأنه من باب الاحترام تبني أسماء إسلامية وليس إجباري وفي هذه الحالة لأنني من الغرب يمكن لي أن أثبت أن الإسلام نديه روابط مع الغرب وأن الأمريكيين يمكنهم إجاد الصيلة مع الآخرين أنجيلا أنت الآن تديرين مدرسة إسلامية لن نذكر اسمها بالطبع هناك خشية من البعض بأن البعض ربما لا يحبون أن يسمعوا ذلك كان لنا تجربة في إحضار أنجيلا حتى من مكانها في مقاطعة أورنج كاونتي اضطرت أن تقود سيارتها من أجلنا أكثر من ستين أو سبعين ميل أو مئة كيلو متر لتحضر إلى السوديو في لوس أنجلوس لأن الكثير من الأستوديوهات في منطقتك رفضت أن تخرجي على الجزيرة معنا واعتبروا أننا نروج للإسلام ونستغل للحد عشر من سبتمبر لماذا هذا الإحساس بذلك في منطقة مثل كاليفورنيا يفترض أن تكون منفتحة وإن كنت أعرف أن أورنج كاونتي منطقة محافظة أو جيب محافظ ويميني في منطقة الإبرالية هي الأولاية نعم فقط إنها منطقة محافظة ومن اليمين وتعرف هذا ما يجري لقد ظهرت على برنامج فوكس ومما يدهش وتكلمت بالأصانع على الإسلام بطريقة مقنعة وتلقيت الكثير من الرسائل تعرف عن الاهتمام وشعرت أنني أثبت تلك النقطة أن الإعلام يتعرض لرقابة ولا يعرضون الصورة الحقيقية على الإسلام وهذا ما أثبت لو تحولت إلى صفية صفية أنتي كان الاسم إليزابيث هل مقتنعة بمنطق بفكرة أنجيلا بأنه لماذا لا نحافظ على الأسماء إليزابيث توريس بدلا من صفية القصبي مثلا أو إليزابيث القصبي لأن هذا اسم زوجك لماذا التغيير هل هناك تأكيد على الهوية أنه يجب أن نغير لأسماء مسلمة أو عربية ما أفهمه أن هناك الكثير من الخرية والإسلام في الإسلام وهذا الاسم عرض علي في مراكش لم أجبر على قبول هذا الاسم أحببته كثيرا وكان لدي اختيار لأبقى على اسمي الأمريكي ولكن هذا اختياري الاسم العربي بالنسبة لتجربتك بالنسبة لفلوريدا صفية أنت اعتنقتي الإسلام وتزوجتي مصري أنجيلا أعتقد متزوجة كويتي أو كانت متزوجة كويتي هل هو الزواج؟ هو سبب أنكم تحولتم إلى الإسلام بمعنى الرغبة في ارتباط بشخص مهما كان التمن حتى لو تغيير العقيدة أترك السؤال لأي منكم ما يريد أن يبدأ؟ هذا لا بيقن في حالتي لقد أصبحت مسيمة قبل زواجي من زوجي ولا أعتقد أن ذلك صحيح بالنسبة لقد اعتنقت للإسلام سنتين قبل أن أتزوج ولقد كنت عملت على برنامج وكان زوجي رجل الكاميرا ولكن لم نمارس الدين في إطار زواجنا رسالة أخيرة في نصف دقيقة من كل منكم أبدأ بصفية القصبي إلى مشاهدين لأمريكية كانت يهودية تحولت إلى الإسلام رغم كل تبعات أن تكون مسلما في أمريكا بعد 11 سبتمبر هل لك من رسالة وكلمة أخيرة صفية؟ أقول الحمد لله لأعتنق الإسلام سبحان الله لهذه الفرصة للتعلم واعتناق الإسلام وأريد أن أؤكد أن العالم يفهم أن ما حدث في سبتمبر لا علاقة له بدين بعينه وإن شاء الله سوف أنا هناك أفضل من ناحية كمواطنة أمريكية وهذه فرصة للتعلم وفتح عقولنا وعدم فهم الدينية الأخرى وما المطلوب من الأمريكيات صفية أن يفعلنا أو المسلماء المسلمين في أمريكا أن يفعلوا خمس سنوات بعد 11 سبتمبر لو رسالة إلى من هم في أمريكا؟ الرسالة هو أن نواصل بأن تنمو العقيدة بأن نكون مسلمات ولن نستسلم وأحيانا أبكي وأشعر بالحسن ولكن عندما أصلي فلإخوان وأخوات المسلمات لا تخفن صفية القصب شكرا لك أنجيلا كولينز أستمع إلى كلمة منك أتفق مع كلمات صفية وعلينا أن نفهم الإسلام في إطار مختلف عن أفعال الناس وللأسف هناك ناس يتصرفون ليس بالأصالة عن الإسلام ونحن بشر ونقوم بأخطاء لقد تمت أخطاء في 11 سبتمبر والأفضل ما نقومه هو نشر الرسالة ونحن نساعد الناس والإسلام رائع ولو علم الناس بتعليم الإسلام فستسود السعادة ولسوء الحظ هذا الأمر مخالف الآن ولكن إن شاء الله سنواصل وجودنا في الإعلام وسنصحح الأخطاء الأفكار الخاطئة عن الإسلام شكرا جزيلا لكم أنجيلا كولينز وصفية القصبي مسلمتان جديدتان بعد 11 سبتمبر بالطبع و reload اشتركوا في القناة